بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين قال الله الحكيم في كتابه العزيز الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وآله يريد مننا أن نحقق هذا الإدعاء على أرض الواقع كل مننا يحب الله سبحانه وتعالى وكل مننا يحب عمل الخير ولكن ما هو مقدار تصديق هذا الإدعاء مجرد الإدعاء قد يكون نعم لا يوجد إنسان لا يحب إلا من شذ ومن خرج عن سيرة العقلاء وإلا كل الناس حتى الفساقة منهم نعم يحبون عمل الخير ولكن أيها الأحبة ما هو الفرق بين المحب لله سبحانه وتعالى في الواقع وبين المحب في مجرد كلام أجوف هذا كما ورد على قول أحد الشعراء يقول هكذا أحب الصالحين ولست منهم وأرجو بهم من الله الشفاعة وأبغض كل من يرتكب المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة لا نكون مصداق لهذا القول نحب عمل الخير ولا نعمل نبغض الكذب ونقترف الكذب نبغض الغيبة ونقترف الغيبة نبغض عقوق الوالدين لو سألنا سائل وقال أنا أفعل مع أبي كذا وكذا وأنفر منه وأتكلم معه بطريقة نابية لا نقبل عليه ولكن علينا أن نراجع أنفسنا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله علمني أو ارشدني إلى عمل أحظى به أولا بحب الله سبحانه وتعالى وثانيا يثرى به مالي وثالثا يحبون أن أحظى بحب من خلقهم الله وأن يصح به جسمي وأن أكون معك وأن يطول فيه عمري وأن أكون معك يا رسول الله في الجنة قال هذه خصال عليك أن تعتمد على خصال أخرى لأجل النعم أن تحظى بها أولا إذا أردت محبة الله فعليك أن تتقيه وتخشاه محبة الله كيف؟ أن تخشى الله أن تجعل الله كما ورد في الحديث اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك فقال إذا أردت أن يحبك الله فاخشاه واتقه وإذا أردت أن يثرى مالك عليك بزكاته تريد أن تكثر من أموالك فعليك بدفع ما يجب عليك دفعه منها من الزكاة والخمس وإذا أردت أن يصح بدنك فتصدق نعم الصدق وما أدراك ما الصدق وإذا أردت أن يطول عمرك فصل لرحمك نعم هكذا القضية لا تقتصر على العبارات الجوفاء مجرد شعارات نرفعها لا وإذا أردت أن يحشرك الله معي في الجنة فأطل في سجودك بين يدي الواحد القهار قضية لا تكون عباداتنا عبادات ممارسات في الكلورية مجرد قيام وقعود وسجود وركوع ولكن لا نعي ما نقول حتى في عباداتنا ندعو الله سبحانه وتعالى كثيرا وقد شغل بالنا أصلا بالي ميم الدعاء مجرد أقرأ هذه العبارات هذه الألفاظ لا أحصل منها على شيء لذلك إن كنتم تحبون الله فاتبعوني عليكم أن تسيروا على ذلك النهج القويم الذي رسمه المصطفى صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر